اهلا حبيباتي احبائي في الله المتفرجين الكرام نقول لكم مرحبا بكم في كزين تحانان ان شاء الله تكونوا كامل بخير اغلى فيديو تالي يوم هي على الكحك يعني نعملوه في الغرب الجزائري هذا كحك بلادي كحك مع اسكر يعني مياه بالمياه ويعملوه تاني في الغرب الجزائري كل واحد يعملوه باللمسة تاعو كل واحد يعملوه بالطريقة تاعو وحنا هذا تعنات عجداتنا اللي تعلمناه منهم تعبكري تقليدي سوف نعطيكم الوصفة ان شاء الله ونزيد نعرفكم عليها كتر هنا في قصعة ولا في جفنة ندورو كاس مادافي ما تستغربوش ملكات 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 اللي حطيتو اللونتاعو كانوا شوية بيضل لانا عبرت به الحليب من قبل كاس مادافي كاس حليب دافي كاس واربوع سكر ندورو نعملوه ويعاء ولا كاس ولا ندورو فيهم غرفة يعني معمرة خميرة الخبز ونص مغرفة ونص خميرة الخبز ندورو عليها شوية حليب كما راكم تشوفو دافي لازم يكون دافي باش تتفاعل الخميرة ندورو عليها مغرفة ماشي مع مرات على سكر نخلطه بيان ونخلوه يتفاعل يعني يخمر ونعودو نرجعو ليه ما نعملوش مع السوائل كالزيت كما نعرفو الزيت اللي الخميرة ماذا ندوروش في الزيت رايح الزيت يشدها وما يخليش الخميرة تعنا تخمرو الكعك تعنا لما نخمروه يجي يا بس يجي تقيل هذا سر من اسرار نجاح الكعك تاني نضيفو قرصة ملح نخلطه بيان هاد السوائل نخلطوهم بيان ملانجي مياه بيان نخلطو مليح وندخلو السكر هادا كامل را ما رايحش يدي معانا وقت بزيف واحدة دقيقة ولا زوج الملانجي وبيان بيدينا هاكذا كما راكم تشوفو احتى نحسو السكر الحبيبات مكاش نحسو هداب كامل والا قرصة ملح زوج قرصات لابس بيهم هنا كمية السكر حسب الدوق انا نحبوه حلو شوية اه لي ما يحبوش الحلاوه يدورو كاس عادي تاع السكر انا درت كاس واربع كاس سكر واربع تاع كاس نجول النقطة المهمة للكعكة تعنا تاع الجدات بهذه الاذوق الجد ورائعة هذه زريحة البسباس ونقول لها تاني النافع احنا بكري جداتنا وعائلتنا ما يقولوش زريحة البسباس ونقولوا النافع دوكنو وليلكم الشنان تاع الكحكة ديالنا اللي نسمو يعطيه ذوق راهيب ولا بالاحلام هذا هو الشنان لبنات السيدات المتفرجين الكرام هذا يتباع عند العشاب تروحوا عند العشاب وتقولوا لو اعطينا هذا الشنان ترواميل كاتميل ساميل كي ما حبيته نحكوه هكذا بيدينا باش يطلق الريحة النسمة تاعه في وصل الكحكي ماشتوني مع النافع اللي هو زريحة البسباس معروف كامل في الغرب الجزائري عنا نعمله كمشة كمشة ولا مغرفة كبيرة من زريحة البسباس اللي هو النافع ومغرفة كبيرة من الشنان هذا الخميرة التي عنا رأي خمرت نحطها ونخلطها كل ما مع بعض ونبدأ ونطموه بالفارينة اهنا ندور شوية تاع الفارينة في الباسور دينا وندورو زوج خمارة الحلويات ندورو شوية خميرة وندورو دو سعشي ليفيغ شيميك تعالى ليفيغ شيميك اللي هي خميرة الحلويات كيسين اثنين كيس خميرة الحلويات نخلط ونعطيكم مراحل ونقطة مهمة لنجاح الكعكة قبل ما نفتح القناة وقالوا لي حانا نختي جينا تقيل ويابس دو نقول لكم ما لاش النقطة الاولى هي يعملون خميرة مباشرة مع السوائل والزيت ما رحش رايح يخلي الخميرة تاع الخبز الدوب هذه النقطة الاولى رايح يجي الكعكة تقيل وما يتخمر كيما نحب وكيما يحب الخارطة هذه النقطة الثانية لنجاح الكعكة وش هي كعكة 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 تعجدنا كيف نعلمون ندلكوه أنا بدلت لكم طريقة تدلك فقط المقادير والكيفية كلش تعجدتنا بدلت لكم طريقة تدلك شوفوا شحال نحبكم سهلت عليكم لما يكون سائل كيما كنت نضرب شوية فارينة تخبطوه شوية واحدة دقيقة كيما كان شوية سائل راكم تضيفوا في الفارينة كي يرجعها شوية عجينة تزيد و تخبطوه دقيقة واللازوج ندركوه في قصعة ونخلوه ونغطوه بصاشي نفخوها في شوية مادافي ونغطوه هذي طريقة لتخمير تعجداتنا طريقة الثانية ندهنه بشوية حاجة قليلة ونحط العجينة ونضع في حجم دمعة ساعة تخبار شوفوا ما رايحينش ندركوه ولا نخلطوه فيه بزي ولا باش العجينة رايحين ننزلو ننزلوها برك غير نهبطوها ونبدو نقطعوه مباشرة ما نخلطوش فيها كامل نهبطوها غير شوية ونبدو نقطعوه ونعملو حرابيش نقطعوه بالموس كما معروف الكحك التقليدي ونضيرو قرصة ونحطوه في السنيوات السنيوات تحبو تدهنوها تحبو كما حبيتو غير شوية فارينة مرشوشة قرصة ثلاثة سنيوات صغر ولكنه لم يكفي سنيوات الفوق ونستطعوه ونستطيعو الخميرة ونستطيعو قطعوه 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 سيقوه فقط حسنا ونصرف لا تضغطوه هذي ونقطة ثاني لا تدروا العجينة هذه ثاني سيكون من أسرز النجاح كما راكم تشوفوا فيها نكوّروا بالعقل و لا نضغطوش عليها شوفوا ما شاء الله نخرجوا منه الهوى شوية كما راكم تشوفوا شوفوا كرا يمحب لدني تغفلني بالعقل و متسرخ لي ملعجينة برطانية مخبيتها عليها في الواعة كما راكم تشوفوني غطيته هذا هو الليل كحكت على جداتنا نتلقعه من بعد هنا من بعد ما خمر معنا شوفوا ما شاء الله رايحة ندير له سفار البيت زوج سفار البيت و درت له مغرفة كبيرة حليب ولا مغرفة مغرفة من الأحسن مغرفة حليب و درت انظروا الزوغ و درت لعفاني بذوق المازهر تجربة لكم شوفوا يا الله وحد الريحة لما كان يطيب ما تتصوروا ش شحال بنينة و صدقوني خرجت حتى البر الريحة تعل البيت صفار البيت درت له مغرفة صغيرة مجلها بالذوق المازهر ينحي ننزلها من البيض ويعطينا ذوق ولا بالأحلام للكحكي ديالنا لما يكون يطيب وكان يجيو تاكله ما نحكي لكمش هنا يدرت له الجلجلان حبيت مججلان اللي هو السمسم وكين حبيت خليتهم هكذا سنيوات زوج صغار كما تعبر اللي يبيعوه ما يدروا له السمسم هنا دخلته فور سخون لأعلى درجة أنا الفور تعيت على المروحة وكين دخلون خليه سخون ما نقصه يعني ما كله كان نقصه ودرجة الحرارة تنقصه وما يجينيش الكحكي ديالي وانتوا ما كل واحدة والفورن ديالها شوفوا كيف يخرج ما شاء الله وهنا لما دخلتوا في فورن سخون لأعلى درجة درتوا في الرف الأول من بعد خمس دقائق لاني وردت لكم بصباحتي بيدتي من بعد خمس دقائق تشعلوا المروحة لديهم فورن المروحة المروحة وش الدورة تحتها تساعدوا في الخمور ويطيب النامل داخل ويتحمر كامل من الجوان من الفق يعني رايح يدور كامل من الفق افوالا هولا الكعك تعنا واجد مرحبا بكم كامل دوك تشوفوا كيف يشجع هولا كتبعوط اعطيتهم لكم قلبا وقالبا من قلبي ومن ربي يعني اعطيتهم لكم ناجح مياه بالمياه شوفوا الهشاشة شوفوا ما شاء الله ونزيد ونقول لكم حاجة هذا غدوة صباح كي يصبح شوفوا تزيد هذه البنة والنسمة تصويرها تصويرها لا تصويروا صدقوني من ارواح ما يكون ونحن عندنا في بلادينا ولاية معسكن لا تصويرها 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 الحقيقة كيف يرحل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة